في أول رد فعل صيني على التصريحات التي أدل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد بلاده للدفاع عن تايوان اعتبرت بكين أن ما بدر من واشنطن يعد انتهاكاً خطيراً لتعهداتها السابقة بعدم تأييدها لاستقلال الجزيرة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ قالت في إفادة صحفية أن كلام بايدن حول تايبيه يوجه رسائل خاطئة للسلطات الموجودة هناك ويدفعها بشكل أكبر للمطالبة باستقلال هذا البلد عن الصين هذا وتعارض بكين أي مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانية شرعية دولية وإي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى وتعتبر أن هذا البلد جزء من أراضيها ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب خلال مقابلة أجراها مع محطة سي بي أس الأمريكية عن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة إذا تعرضت لهجوم صيني بايدن أكد أن الأمريكيين سيدافعون عن تايوان في حال هجوم غير مسبوك من جارتها الصين ولكنه شدد من جهة أخرى على أن هذا الموقف لا يدفع بالضرورة إلى تشجيع تايبيه لإعلان استقلالها معتبرا أن هذا القرار عائد للتايوانيين بالدرجة الأولى وفي الفترة الأخيرة شهدت العلاقة الأمريكية الصينية توترا شديدا إبان الجولة الآسيوية التي بدأتها رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه حيث ردت الصين على هذه الزيارة بإجراء مناورة عسكرية ضخمة حول الجزيرة استمرت لعدة أيام اشتركوا في القناة